موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم أفادت وزارة الفلاحة وصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات بأن الإنتاج نهائيا للحبوب الرئيسية لموسم 21-22-22 يقدر بـ 34 مليون قنطار من خفاض بنسبة 67% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل أداء استثنائيا قدره 103.2 مليون قنطار وعضفت الوزارة في بلاغ لها أن مساحة الحبوب المزرعة لهذا الموسم بلغت 3.6 مليون هكتار مقارنة بـ 4.35 مليون هكتار خلال الموسم السابق وأوضح المصدر ذاته أن إنتاج الحبوب يتوزع وحسب النوع على 18.9 مليون قنطار من القمح الطاري و8.1 مليون قنطار من القمح الصلب و7 ملايين قنطار من الشعير في الخبر الدولي مشاهدين يشرعوا الاتحاد الأوروبي في تطبيق خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% قصد التعامل مع الخطر الوشيك الذي يهدد أمن إمدادات الغاز الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الخطة اتفق عليها التكتل الذي يتألف من 27 بلدا قبل أسبوعين على أن يبدأ تطبيقها اليوم الثلاثة وفي ذات السياق استبعد المستشار الألماني أولف شولز إمكانية موافقة على إنجاز مشروع أمبوب غاز نوردستريم إثنين وذلك حسب ما أدل به المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية الذي قال إنه بالرغم من النقص الحاد في إمدادات الغاز هذا الخريف إلا أنه لن يتم إطلاق نوردستريم إثنين التفاصيل في هذا التقرير لحمزة الخطر تداعيات النزاع الروسي الأوكراني ترخي بظلالها الثقيلة على العالم ارتفاع للأسعار والطرابات في سلاسل التوريد وغيرها من التحديات التي أصبحت حقيقة مؤرقة لمختلف البلدان ألمانيا ليست استثناء وأمامها أشهر صعبة لتواجه نقص إمدادات الغاز المتحدث باسم الحكومة الألمانية صرح بأن المستشار الألماني أولاف شولز يستبعد إمكانية تشغيل خط أنابيب نوردستريم إثنان حتى في حالة حدوث موقف صعب في الأشهر المقبلة رئيس جماعية المستاجرين الألمان أكد أن ارتفاع أسعار الغاز سيؤثر على الطبقة الوسطى وعلى أمنهم الطاقي خلال فصل الشتاء المقبل الجماعية نبهت إلى أن قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على مستهلك الغاز سيزيد من تكاليف المعيشة فيما تغلق موسكو صنبر الغاز عن برلين تستعد ألمانيا لمواجهة شتاء ليس كصابقي شتاء قد يكون الأشد برودة على الإطلاق في يشان الدولة دائما أفدت وزارة الصحة الكوبية بأن شخصا على الأقل قيام السرعة وأصيب العشرات في انفجار خزان لنفط شمال البلاد وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 121 جريحا توفي منهم مصاب واحد بأحدى مستشفيات العاصمة هافانا فيما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين التقرير لأسامة العمران على إثر انفجار خزان للنفط شمال كوبا لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب العشرات حسب ما أكدت وزارة الصحة الكوبية حصيلة المصابين ارتفعت إلى 121 جريحا توفي منهم مصاب واحد بأحدى مستشفيات العاصمة هافانا فيما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين حسب ما أفاد بيان للوزارة ومن جهة أخرى أعلنت خدمة الحماية المدنية عن اندلاع حريق في صهريج ثالث لتخزين النفط بعد تصربه من المستودع الذي ضربته الصعيقة والذي يمثل المنشأة الرئيسية لتخزين النفط في متنزاس الحادث يعد الأسوأ من نوعه في المنشأة النفطية في هذه الدولة الكاريبية التي استغاثت بدول مجاورة مثل المكسيك وفنزويلا لإخماد النيران المستعرة منذ خمسة أيام منشأة متنزاس تعتبر أكبر ميناء في كوبا لتخزين واردات النفط الخام والوقود ويستخدم النفط الخام الثقيل الكوبي وزيت الوقود والديزيل الذي يخزن في متنزاس في توليد الكهربائي بالجزيرة بشكل أساسي وتعاني البلاد إفلاساً وانقطاعات في التيار الكهربائي والغاز خلفت حالة من التوتر مع احتجاجات محلية متفرقة في أعقاب اضطرابات الصيف الماضي دولياً دائماً قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن منزله الواقع في فلوريدا تعرض لاقتحام المفاجئ من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI ولم يوضح ترامب سبب الاقتحام الذي وصفه بغير الضروري وبغير اللائق هذا وأكدت مصادر مطلعة أن الـ FBI كان يبحث عن تسجيلات ووثائق سرية مرتبطة بفترة رئاسته في موضوع آخر لقي سبعة أشخاص حتفهم وفقد سبعة آخر في فيضانات غير مسبوقة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول بعدما اشتاحت المياه وجراء الأمطار الغزيرة محطات مترو وعدة طرق في العاصمة وفق ما أكد مسؤولون التفاصيل في هذا التقرير ليس في عثمان نتابع في فيضانات غير مسبوقة في سيول عاصمة كوريا الجنوبية لقي سبعة أشخاص حتفهم وفقد سبعة آخرون بسبب الأمطار الغزيرة المياه اشتاحت جراء الأمطار الغزيرة محطات مترو وعدة طرق في العاصمة وفق ما أكد مسؤولون الأمطار الغزيرة التي بدأت الإثنين الماضي هي الأشد في كوريا الجنوبية منذ ثمانين عاماً وحثت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الكوريين الجنوبيين إلى الحذر من الأمطار الغزيرة والرياح والرعد والبرق في المنطقة الوسطى في الأيام المقبلة وتوقع المصدر نفسه طول أمطار إضافية تصل إلى ثلاثمائة ميلي متر في المنطقة الوسطى من بينها سيول وأكدت وسائل إعلام محلية وفاة ثلاثة أشخاص يعيشون في شقق في توابق سفلية غرقاً إلى كينيا حيث بدأ المواطنون تصويت لاختيار أعضاء البرلمان ورئيس جديد للبلاد وستبدأ النتائج المؤقتة في الظهور مساء اليوم الثلاثاء لكن الإعلان الرسمية سيستغرق أياماً تابعاً الكينيون بدأوا بالتوافد إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيس جديد فضلاً عن نواب ومسؤولين محليين في إطار عملية تصويت تحمل رهانات كبيرة في البلد الذي يعد قطباً اقتصادياً في شرق إفريقيا الناخبون البالغ عددهم 22 مليون فصل واحد ينبغي لهم التصويت ست مرات لرسم الملامح السياسية لهذا البلد الرئيس أوهورو كينياتا يتنحى عن رئاسة البلد الذي يتمتع بأقوى اقتصاد في شرق إفريقيا بعد وصوله إلى المدة القصوى لوجوده على رأس السلطة والمحددة بفترتين رئاسيتين المرشحان الرئيسيان الذين يتنافسان على المقعد الرئاسي ليس من الوجوه الجديدة ويليام روتو هو نائب كينياتا منذ تسع سنوات أما رايلا أودينغا فهو زعيم معارض مخضرم يخوض المنافسة هذه المرة بتأييد من كينياتا على صعيد آخر قالت الأمم المتحدة إن الصراع في عدة ولايات سودانية أدى إلى مقتل ثلاثمائة واثنين وعشرين شخصا وإصابة ثلاثمائة وتسعة وعشرين آخرين ونزوح أكثر من مئة وثلاثة وستين ألفا خلال الفترة من يناير حتى يوليوز من هذا العام أتواصل في هذا التقرير لحمز الخطر ثلاثمائة واثنين وعشرون قتيلا ومئة وثلاثة وستون ألف نازح هي حصيلة الصراع الدائر في عدة ولايات بالسودان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أفاد في تقرير عن الحالة الإنسانية بالبلاد بأن النزاع وانعدام الأمن استمر في تهجير آلاف الأشخاص وتعطيل الحياة في أجزاء من السودان التقرير الأممي أضاف أن الصراع أدى إلى نزوح حوالي مئة وثلاثة وستين ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانين شخصا في ولايات دارفور الخمس وولايتي جنوب وغرب كردوفان والنيل الأزرق خلال الفترة من يناير إلى يوليوز في موضوع آخر تحيي مدينة نكزاكي اليابانية ذكرى السبعة والسبعين للقصف الذري الأمريكي للمدينة التي تقع جنوب غربي اليابان خلال الحرب العالمية الثانية ودعا عمدة والمدينة إلى التخلص من الأسلحة النووية وسط مخاوف متزايدة من استخدامها المحتمل في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية نتابع تقرير صفية عصمان مدينة نكزاكي اليابانية أحيت ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي في التاسع من أغسطس قبل سبع وسبعين عاما عمدة المدينة طوميهي ساتاوي قال في خطابه من حديقة نكزاكي بيس إن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت للعالم أن هجوما نوويا آخر ليس مجرد مصدر قلق ولكنه أزمى ملموسى وحاليا وأضاف العمدة إن الأسلحة النووية يمكن استخدامها طالما كانت موجودة إزالتها هو السبيل الوحيد لإنقاذ مستقبل البشرية مشاركون في المراسم من بينهم ديبلوماسيين من الدول النووية وقفوا دقيقة صمت في الساعة الحادية عشر صباحا وهي لحظة انفجار القنبلة فوق ناكزاكي المدينة الواقعة جنوبية اليابان في التاسع من أغسطس عام 1945 نعود مشاهدين للخبر الوطني حيث يعد وسوق التضامني لتعاونية سند الفلاحية بولاد مبارك بالقرب من مدينة بن ملال يعد نموذجا آخر للالتزام القوي للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية بتمكين المرأة القروية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تبع هذا التقرير سوق سند التضامني والفريد من نوعه يشكل واجهة حقيقية للترويج لمنتجات التعاونيات بجهة بن ملال خنفراء هذا المشروع يهدف إلى الترويج للمنتجات المحلية وتشجيع تسويقها وضمان إشعاع التجارة العادلة أول حاجة نعرف بالمنتوجات التي لدينا في الجهة دينا منتوجات المجالية الحمد لله أن الجهة دينا بن ملال خنفراء غنية جدا بمنتوجات المتنوعة منتوجات طبيعية ومجالية وأيضا تنساهم في البيع ديال هذه المنتوجات وتستفدوا تعاونيات لحطين هنا سواء بالتعريف ديال المنتوج ديالهم وأيضا البيع ديال المنتوج هذا السوق التضامني تطلب تمويلا إجماليا نهز 183 ألف درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 110 ألاف درهم تعاونية سند تعتبر مغامرة إنسانية جميلة بدأت بخمس نساء قرويات اليوم تتضمن 68 عضوا وخمسة مأجورين نجاحها يلخص بشكل جيد مصار النساء القرويات في جهة بن ملا الخنفرة اللواتي تمكن من الخروج من وضعية الهشاشة بعد خوضهن تجربة ناجحة في مجال تثمين المنتجات المحلية نختم مشاهدنا نشرة من الرباط حيث نظمت جمعية لقاءات لتربية وثقافات احتفالية بابا عشور في أجواء تتخللها أهازيج ترمز للمحبة والإخاء والتضامن وأثرتها شخصية بابا عشور الفولكلورية التفاصيل في تقرير سوكينا مسوية احتفالية تميزت بتجسيد شخصية بابا عشور قصد تسليط الضوء على مكونات الثقافة المغربية اللامادية والحفاظ على الموروث الشعبي وسط حضور كبير في مدينة الرباط عشور هي مناسبة دينية كتذكر المغربة بارتباطهم الروحي والديني وهي في نفس الوقت مناسبة كيفرحوا فيها الوليدات ويفرحوا فيها المغربيات أمهات وأطفال بأزياء مغربية تقليدية موائد بأصناف طعام متعددة وأهازيج شعبية متنوعة على وقع آلتي التعريج والبندير أجواء شعبية مغربية طبعت هذه الذكرى العريقة فرصة هذه من خلال شخصية بابا عشور أنها دائما تحمل حمولة دينية طبعا ولكن ثقافية ترمز المحبة للتصالح مع الناس لما العائلية والتسامح الاستفادة من الثقافة اللامادية في مجالات التربية والتثقيف والترفيه هذا هو هدف جمعية لقاءات للتربية والثقافات إضافة إلى إعادة الاعتبال للذاكرة الشعبية وذلك عن طريق الجمع والتوثيق والنشر فضلا عن ربط جسور التواصل بين الأجيال والثقافات الأخرى مع التأكيد على الهوية المغربية نهاية هذه النشرة مشاهدين تفاصيل ووفاء عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على مواقعنا الإلكتروني شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء